ليه الانتخابات الأمريكية مهمة لمنطقتنا ومهمة للعالم لأن دي انتخابات يعني أكثر واحد أقوى شخصية في العالم اللي هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ما فيش فوق غير ربنا سبحانه وتعالى طبعا إنما ده هو بيعتبر رئيس أقوى دولة في العالم وأغنى دولة في العالم وأكثر دولة حشرة نفسها في كل حاجة في العالم فمن الطبيعي أن نهتم بهذا الرئيس مش إحنا لوحدين للوقت هتلاقى عواصل من العالم كلها في نفس حالة الترقب دي مش انتخابات أمريكية محلية لا الانتخابات بذات طابع عالمي يؤثر على سياسات الدول وعلاقتها أوروبا بتترقب إحنا في مصر والشرق الأوسط بنا ترقب الصين بتترقب بشدة روسيا بتترقب فهي مسألة مهمة جدا وخصوصا إنها انتخابات لا تبدو محسومة أمانة في الزهن وأنا بعتقد أنه ما لم يكن هناك فارغ ضخم بين الاتنين المرشحين يعني ترامب لو هزم نسبة بسيطة نسبة بسيطة حيعمل غاغة ملاش حل هو قال كده أكثر من مرة هو أسرع بكده أكثر من مرة ولذلك احنا مش قدرين نعرف هل سيكون النجاح من نصيبه أول من نجاح نصيب بايدن هل الأولويات بتختلف من ديمقراطي لجمهوري من بايدن لترامب الأولويات على مستوى السياسة الدولية تختلف ولا ما فيش فارغ معتقد كدير مش بالشكل ده أمريكا دولة براجماتية عملية جدا لها مصالح بتراعيها ولها طريقة في التفكير وفهم خاصة لشخصيتها يعتقدون أنهم شيء والدنيا شيء آخر الأمريكي وانت عشت هناك يرى أنه هو الواحد دول عالم في سكة تانية وتمانين في المئة من الأمريكان ما عمش بسبور للسفر لأنه هو أقصى حاجة يروح من فدر ده الكاليفورنيا لأهوة كذا يعني مش مهم أنه يسفر بره العالم بره ده ما يموش في بعض الأمريكان يسألوا يقولك إيجي بتدي فين يا دوب يعرفوه لو كلمت عن دول أخرى في المنطقة يقولك دي تبقى جنب الهند يعني جنب الصين قريبة من مصر ثلاث حاجات علامات فثقافة المواطن الأمريكي في السياسة الدولية وفي العلاقات الخارجية محدودة للغاية ولا تعنيه ولا تعنيه ومش هي لا حتأصر المنتاج الانتخابات جورج بوش الأب كان زي القائد المنتصر وعمل حرب الخليج وقلب الدنيا وقع في الانتخابات عمل أهم تحالف عسكري بعد الحرب العالمية التانية وقع بشعار وده اللي كنت لسه بقوله في متابعتنا قبل المحركة تنورنا وقع بشعار إنه الاقتصاد يغبي ده الشعار الصغير أو الاخترع بالكلمت وده اللي أدى لخسارته